قالت صحيفة يدعوت أحرانوت أن الجيش الإسرائيلي سحب عدة ألوية من جنوب لبنان وسط تقييمات باحتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف يطلاق النار في غضون أسبوعين إن صدر بالطبع قرار من المستوى السياسي وتحديدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو الذي قال سابقا إنه سيدفع غناصر حزب الله ليتراجع إلى شمال الليطاني سواء باتفاق أو بدونه ولم تحدد الصحيفة أي من الألوية التي سحبت أو عددها لكن سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن دفع خمس فرق عسكرية إلى جنوب لبنان واشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أنه من المتوقع أن تستمر العمليات البرية لبضعة أسبوع أخرى كما أشارت إلى إحراز تقدم خاصة فيما يتعلق بسياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الاتفاق والتي تضمن لإسرائيل حرية العمل العسكري في جنوب لبنان في حال فشلت آلية تنفيذ وقف إطلاق النار ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الحكومة اللبنانية ناجم ميقاتي أن إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار وأن الحكومة مع تطبيق القرار 1701 دون تعديل أو تغييره تباو تغييره مجموعة 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 هذا وأفد مصدر رسمي لبناني بين الجيش الإسرائيلي مسح 37 بلدة ودمر أكثر من 49 ألف وحدة سكنية منذ بدء هجومه على البلاد في 8 أكتوبر عام 2023 وأكدت الوكالة الرسمية أن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا في منطقة بعمق ثلاثة كيلومترات من الحدود الجنوبية وتمتد من النقورة حتى مشارف الخيام ما يعني على الأرض بأن إسرائيل تحاول إنشاء منطقة عازلة مكشوفة لا تتيح لعناصر حزب الله التواري فيها أو إعادة بناء الهيكلية العسكرية للحزبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأنا نناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسرائيلية نظير مجلي وضيفنا من بيروت الباحث في شؤون الأمنية والسياسية العميد خال حمادة أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة أبدأ معك سيد نظير لنفهم المشهد من الداخل الإسرائيلي حول ما يجي في جنوب لبنان إذن يدعوت أحرانوت تحدثت عن تقدم في سيغة وقف إطلاق النار التي تضمن حرية العمل العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان هل فعلا هناك مؤشرات على تقدم ما الذي يجري الحديث عنه في الداخل الإسرائيلي حول هذه الصفقة مرحبا بك العزيزة السارة وبضيفك الكريم الأستاذ قالب وبالأخر المشاهدين والمشاهدات في إسرائيل يعتقدون أن في الجيش عمليا بأنه انتهت عمليا المهمات الأساسية في لبنان أسبوع أسبوعين ويستطيعون أن ينسحبوا من هناك تماما والآن الدور على الحكومة لكي تقوم بدورها السياسي كانوا قد أبلغوا الحكومة بهذا الأمر والحكومة كما هو معروف لم تفعل ما هو مطلوب منها في هذا الشان يوجد تقدم في المفاوضات حول خطة سياسية ولكنها لم تنجز حتى الآن فقرر الجيش أن يعلن للجمهورة هذا الأمر وطبعا الانسحاب من لبنان لثلاثة ألوية ومسألة انتعاش للكوات لأن هناك عمل منهك في داخل الجنوب اللبناني وضع غير طبيعي والجنود بدأوا يتذمرون من كثرة أيام القدمة الاحتياطية ولذلك يأخذونهم ينتعشون يذهبون للبيت بعد بضعة أيام ثم يعودون مرة أخرى يؤكدون أن هذا الانسحاب وليس انسحابة داما وقاطعا بل من الممكن أن يرجعوا مرة أخرى تحتاجة لعمليات هذا الأمر نعم ولكن سيد نظير في الجانب اللبناني كان يجل حديث بأن إسرائيل رفضت كل المقترحات حينما يجل حديث إسرائيلي الآن من قبل الجيش أو بتسريبات دعوت أحرونت أنه تمت التقدم التقدم في الداخل الإسرائيلي بين المستوى السياسي ومستوى العسكري أم التقدم مع لبنان؟ التقدم مع الولايات المتحدة صحيحة أن الولايات المتحدة طرحت بديلا للمطلب الإسرائيلي بأن يتضمن الاتفاق تغيير قرار مجلس الأمن 1701 بحيث يكون هناك حق لإسرائيل أن تدخل لبنان متى تشاء أو تضرب على الأقل بالغارات الجوية متى تشاء في حال نشوء خطر حقيقي بأن يكون هناك تواجد لحزب الله أو عودة لحزب الله إلى المناطق الجنوبية فالبديل الذي اقترحه الأمريكيون هو رسالة ضمانات أمريكية تعطي لإسرائيل هذا الحق من دون أن يكون هناك التزام أو موافقة لبنانية على الأمر وبدوا يتناقشون على آلية هذا التدخل كيف سيتدخلون ليس كلما خطر في بال الطائرة الإسرائيلية تدخل هكذا هو المنطق الأمريكي إنما بالتنسيق مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة ستحاول استنفاذ الوسائل الدبلوماسية مع اللبنانيين ثم تعطي لإسرائيل هذا الحق وعلى صياغة هذه الرسالة تم الاتفاق على التأجيل وفي الأسبوع القادم يفترض أن يأتي هوغشتاين وهو يحمل رسالة الضمانات هذه ويبدأ الحديث مع اللبنانيين نعم نقاط مهمة عن قولها السيادة العميدة إذن يتحدث اللبنانيون على 1701 دون تعديل ولكن في الجانب الإسرائيلي ربما ستحصل إسرائيل على ضمانات مثل ما يقول السيد نظير من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يمكنها العمل الجوي أو العمل العسكري جواً في جنوب لبنان وتوجيه ضربات إذا ما رأت أي خطر أو تهديد من جانب حزب الله في هذه الحالة ما الذي يعني هذا الأمر أو هذا القرار العسكري بالنسبة للبنان يمكن فعلاً إسرائيل تقوم بهذه الضربات أو بهذا العمل العسكري دون موافقة وتنسيق مع اللبنانيين مساء الخير لك ولضيفك الكريم يعني أنا أعتقد أنه ضيفك الكريم قد يعني توصل إلى ما أو قارب ربما ما يمكن اعتباره تسوية ما بين نسخة 1701 الموجودة حالياً وما يمكن أن يضاف ليس على القرار بل في الإجراءات التنفيذية ولكن في مطلق الأحوال أنا أعتقد أنه أما بالدولة اللبنانية فرصة سانحة إذا كانت الدولة اللبنانية فعلاً جدية في تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بما يعني أن ينتشر الجيش اللبناني وأن لا يكون هناك أي بنية تحتية لأي ميليشيا سواء حزب الله أو سواه في الجنوب اللبناني وأن طبعاً يعمم ذلك وفقاً لل1559 المدرج في 1701 بمعنى أن لا ينتقل السلاح إلى شمال الليطاني وبعد ذلك نعود للدخول مرة أخرى في جولات جديدة أعتقد أن ساعة إذن ستكون الضمانة الأمريكية في محلها ولن تعطى إسرائيل أي فرصة إضافية للاعتداء على لبنان أما ما يظهر لغاية الآن يعني نحن نسمع حزب الله ماذا يقول نسمع كذلك الرئيس نبي بري كيف يقارب 1701 ولذلك دائماً هناك ما يستطنه كل هذا القبول بالـ 1701 أنا أعتقد أنه يستلزم في لبنان مسألتان المسألة الأولى أن يعلن حزب الله رسمياً أنه يقف خلف الدولة اللبنانية وأنه يطبق القرار 1701 بمعنى أن ليس له أي وجود عسكري في جنوب الليطاني المسألة الأخرى أن تقول الحكومة اللبنانية أنها تفاوض عن لبنان وليس عن حزب الله وأن تقوم فعلاً بنشر 15 ألف جندي وفقاً لما جاء في اتفاق 1701 وأن تنتهي هذه الازدواجية المبطنة يعني في نهاية الموضوع أعتقد أنه المقاربات الأمريكية اليوم وفقاً لميزان القوى يعني هي طبعاً لا تتسق تماماً مع الموقف الإسرائيلي ولكن في النهاية هناك ميزان قوى أصبح يفرض نفسه اليوم هناك تقريباً احتلال غير معلن لشريط حدود في لبنان يمتد إلى خمسة كيلومترات وهناك كل هذا الدمار وكل هذا التهجير إذن يجب أن يكون هناك موقف لبناني شجاع منطقة عازلة لا نقول منطقة عازلة أبداً لا يجب أن يكون هناك أي منطقة عازلة الجيش اللبناني قادر على الانتشار في الجنوب إذا ما كانت الحكومة جادة وقادر على السيطرة على كل البنى التحتية الموجودة وأنهاء موضوع هذا السلاح وأنهاء هذه القاعدة الثلاثية جيش وشعب ومقاومة وما نتج عنها من تداعيات سواء سياسية وسواء أمنية يجب أن يكون هناك شجاعة في القول أن أولاً الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن لبنان إذا كان هناك أي قصور من قبل الجيش اللبناني فذلك ينفت بتعزيز الجيش اللبناني الجيش اللبناني قادر على حماية الحدود لأنه يتمتع بالإجماع اللبناني بالشرعية العربية وبالشرعية الدولية وفي النهاية هذا ما يحمي لبنان المسألة ليست فقط مسألة ميزان قوة وإلا لكان في العالم هناك ألاف الاعتداءات بين الدول الأقوى تسليحاً على الدول الأقل تسليحاً يجب أن نخرج من معادلة ازدواجية الدفاع عن لبنان لا سيما فيما يتعلق بمستواه الإقليمي بمعنى أن هذه ليست ميليشيا لبنانية تريد حماية لبنان إلى جانب الجيش هي ميليشيا مرتبطة بقرار إيراني وبالتالي لا يمكن التوفيق بتطبيق القرارة 1701 عندما يكون هناك مكوناين واحد يرتبط بطهران وواحد آخر يرتبط ببيروت نعم قبل أن أنقل سؤالي التالي لسيد نظير أشيل هذه الأخبار العاجلة نيويك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم الإسرائيلي على لبنان وهذه الحرب قد تتحول إلى جبهة قتال بين إسرائيل وإيران ومسؤولون أمريكيون لنيويك تايمز يقولون أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل قد تخلق كارثة إنسانية جديدة وأن الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد يجر الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة إلى الصراع من المرجح كذلك بحسب المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون لصحيفة نيويك تايمز من المرجح بشكل متزايد أن يسلم رئيس بايدن أزمة لبنان إلى خليفته حقيقة من يخلفه الآن بعد الانتخابات الرئاسية وهذا سؤالي لسيد نظير سيد نظير الولايات المتحدة الأمريكية ينتظر أن تكون فيها إدارة جديدة ورئيس جديد بالتأكيد لن تتحول للملفات سريعا للإدارة الجديدة بعد ظهور النتائج بعد أيام أو اليوم أو حتى بعد أسبوع ولكن في شهر يناير بعد يوم 20 يناير حينما تتسلم الإدارة الجديدة هذا الأمر أو هذا الملف يدعوت أحلانات تقول أن إدارة بايدن ستضغط بكل الأحوال الآن للوصول إلى صفقة بصرف النظر عن من سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هل إسرائيل مستعدة لتعامل والتجاوب مع أي ضغوط ستفرض أو ستسلط عليها الآن من قبل الأمريكيين أو إدارة بايدن؟ أولا هناك قناعة في إسرائيل وكما يبدو يوجد طلب رسمي من إدارة بايدن من جهاء وهاريس معه وكذلك من ترامب أن عليه أن ينجز هذه الملفات ويقف الحرب حتى يتسلب الرئيس الجديد الحكم بمعنى حتى العشرين من يناير يجب أن تكون هذه منتهية هكذا يقول الأمريكيون من الجهتين إسرائيل طبعا تنتظر ونتنيعه بشكل خاص ينتظر أن يعرف من الذي سيكون في البيت الأبيض فإذا كان هاريس أو سيكون ترامب من جهته هناك فترة بايدن سيكون فيها صاحب القرار ويريد وأن يترك لنفسه أثرا معينا يعتز به في المستقبل ولذلك الاتجاه هو أن بايدن سيمارس ضغوطا غير عادية لكي تنتهي هذه الحرب وطالما أن كل الرئيسين يؤيدان أن تتوقف هذه الحرب فعنده إذن سيكون عند نتنياهو التوجه معنوي هل يدخل في صدام إذا اختلف مع بايدن نعم إذا كان الرئيس القادم هو ترامب من الممكن أن يسمح نتنياهو لنفسه أن يدخل في صدام مع الإدارة الأمريكية الحالية ولكن إذا كانت قد فازت هاريس سيجري حسابات أخرى يعيد فيها حساباته من جديد ويبدأ بالتعامل مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية كإدارة ديمقراطية ذات تواصل واستمرارية وعند ذلك لا يدخل في صدامات معها سيكون ترجمة نانسي قنقر